منتخبنا العراقي يواجه منتخب موريتانيا في بغداد أو البصرة الشهر المقبل حبايب اعتذر البارحة ما نشارت فيديو ما صار عندي مجال اتمنى تسويوا لايك للفيديو وتشتركون بالقناة السلام عليكم شباب وياكم انا ساخبار المنتخب العراقي قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لاصدقائك ليصلكم كل جديد الحارث جلال حسن جاهز لتمثيل منتخب الوطن العراقي بعد تجديد جواز السفر تصريح نور صبري في حوار مع صحيفة الامارات يقول جيل 2007 تم بناءه بشكل دقيق حيث تدرج جميع لاعبيه باللعب مع منتخبات المراحل السنية وصوله للمنتخب الاول هذا هو سر بناء المنتخبات القوية انطلاق من التأسيس والمشاركة في البطولات تأهل ايران وكوريا الجنوبية عن المجموعة امر طبيعي لفارق الامكانات والخبرة والنفس الطويلة التي يتمتع بها المنتخبان العراق جاهز بشكل كامل لاستغافة المباريات مع توافر البنى التحتية كافة هناك دول عندها مشكلات اكبر لكنها تلعب على ملاعبها وشخصيا لا اعرف سبب عدم خوض العراق للمبارياته وعلى ملعبه المباراة الرسمية الوحيدة لمنتخب العراق الاول تحت قيادة عبدالغني شهد كانت بمواجهة المنتخب الفيتنامي ضمن تصفيات كأس العالم روسيا المباراة انتهت بفوز العراق بهدف مهند عبدالرحيم كما ان المباراة كانت الاخيرة في المسيرة الدولية لكل من يونس محمود وسلام شاكر وعلي حسين الرحيمة امير الاعمار لاعب خطوسة المنتخب العراقي صنع الهدف الاول وسجل الهدف الثاني لنادي غوتنبرغ السويدي لال مشاركته الاساسية لغاية الدقيق 80 بينما دخل كيفن يعقوب منذ منتصف الشوط الثاني ضد لوكوموتيف موسكو الروسيا المباراة انتهت بفوز النادي الروسي باربعة اهداف مقابل هدفين من معسكر اسبانيا تحضيرا لبطولتين دور الممتاز والكأس سومر الماجد اتعافى من اصابته التي عطلت التحاقه بالمنتخب العراقي اللاعب وصل لجاهزيته الكاملة وسيشترك في مباراته الاولى هذا الموسم كل التوفيق لللاعب العراقي سومر الماجد وان شاء الله يستدعوه لمباراة الامارات وسوريا نادي نفط مسجد سليمان الايراني قرر فسخ التعاقد مع كرار جاسم كرار جاسم في تصريح خاص يقول ان هي تعقدي مع نفط مسجد سليمان الايراني بسبب مستحقات مالية وسيتقدم بشكوى الى الفيفة كرار جاسم اكد بانه سيعود لمدينته النجف ويواصل تدريبات مع احد انديتها وسط ميدان القوة الجوية السابق لعي العاني انظم لنادي القنيطر المغربي تعافيه من وعكته الصحية الناتية احتل الترتيب الثاني في الدرجة الثانية بعد الممتاز وقريب من بلغ الدرجة الاولى التي هبط منها الموسم الماضي تصريح مدرب الزوراء ايو بوريشو يقول بالتوفيق لأي مدرب يتسلم تدريب المنتخب الوطني ويجب عودة الثقة باللاعبين انفسهم ودعم الاعلام والجمهور ومحبة اللاعبين بينهم دون تجنس لاعبين ويصبحون مواطنين لذلك من المعيب ان نطلق كلمة مغتربين على ابناء البلد الذين يعيشون في الخارج تصريح مشرف المنتخب الوطني انس محمودي يقول نشكر عبدالغني شهد لاستلامه مهمة تدريب المنتخب في هذه الفترة وان شاء الله سنعبر هذه المرحلة الصعبة القيمة التسويقية لاغلى المحترفين العراقيين اغلى لاعبين لم يستفد منهم العراق في تصفيات كأس العالم سامة رشيد مليون وثمانمائة يورو تلعب في الدور البرتغالي حاليا مارشير مليون ومئتيين يورو مهند اجعاز واحد مليون يورو مهند علي واحد مليون يورو جسد اميرام ثمانمائة الف يورو بشار رسل سبعمائة وخمسين الف يورو احمد خلف مدربا جديدا لفرسان المملكة نفط ميسان الاتحاد الاسيوي يدرس دمج منافسات دوري ابطال اسيا 2023 الشرق مع الغرب مع السماح بالتسجيل ستلاعبين اجانب في كل فريق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الاول مارفيك ويأتي ذلك قبل مواجهة منتخبنا الوطني لقاء حاسم ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 نهاية الفيديو احب اشكركم على تفاعلكم بالقناة اشترك بالقناة فاحل الجرس شارك المقطع الاصدقاء ليصلكم كل جديد كاما معكم انس في اوال الله نلتقي بالنسبة لجديد